بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد من أحمد الناصر للحديث بإذن الله عن بعض المهارات في مادة الرياضيات والتي نقوم بتدريب أبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد عليها نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون الحديث في هذه الجلسة ممتدن لحديثنا في الجلسات السابقة جمع عددين كل منها مكون من رقمين الجلسة الحادي عشر وسيكون الحديث فيها عن تقدير ناتج الجمع تقدير ناتج الجمع مخطط الدرس لدينا من خلال عرض الأهداف والوسائل تقدير ناتج جمع عددين من رقمين بالتقريب تقدير ناتج جمع عددين من رقمين بالتقريب المفردات التي لدينا التقريب المواد والوسائل أقلام تلوين وغيرها بالإمكاني استخدامها مهارة التقدير ليست عملية ذات خطوات تنفذ بالتسلسل وإنما هي مهارة تهدف إلى إعطاء قيمة مقبولة لعدد ما عندما لا توجد حاجة للقيمة الصحيحة بالضبط ويستعمل الإنسان مهارة التقدير كثيرا فيقول مثلا هل ما معي من النقود يكفي لشراء كل هذه الأشياء هل إجابة منطقية هل ما معي من النقود كان كافيا لذهابي إلى المكتبة أو إلى البقالة إذن هذه هي تقدير ناتجة الجامعة هي أحيانا عملية من خلال تكون دهنية لا أحتاج إلى معرفتها بالضبط أو كم الناتج الذي سيكون لدي في الضبط لكن عندما أريد أن أشتري مثلا بعض الأشياء من البقالة أعرف أن لدي خمس ريال تقريبا هي ستكفي مشترياتي عندما أقوم بشراء بعض الأشياء الثلاثة واربعين والثاني ثلاثين فإن الناتج تقريبا أقول أن الناتج لدي مثلا سبعين على سبيل المثال لا أحتاج إلى جمعها بدقة ولكن أحتاج إلى أن يقوم بتقديل ناتج الجامعة هذه من الخطوات التي تكون متقدمة كذلك والتي نقوم بتقديمها من المهارات التي بالإمكان تدريب أبناء من ذوي الطلاب طيف التوحد عليها الأهم دائما لدينا مثل هذه المهارات يجب أن يكون تسلسل في المهارات المتعددة يعني تحليل المهارة لتجميع عدد مكون عددين مكون كل منها من رقمين تسلسل في مهاراتها من خلال البدء من العد بالعشرات ثم العد بالجمع التصاعدي ثم جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد ثم جمع عددين من رقمين إلى جمع عدد آخر يعني كلها من رقمين بدون إعادة تجميع ثم أن يقوم بجمعها مع إعادة التجميع كل هذه المهارات تسبق هذه المهارة يجب أن يتقن كل هذه المهارات حتى يستطيع الوصول إلى تقدير ناتج الجمع وهذه العملية فهي عملية حسابية متقدمة يجب أن يكون الطالب أتقن جميع المهارات السابقة التي لديه وأن يكون لديه قدرة على تعلم وإتقان هذه المهارة الوقوف في الصف عندما يصطف الطلاب سمي عددا مكونا من رقمين واطلب إلى الطلاب تقريبه إلى أقرب عشرة بناء المفردات أكتب كلمة تقريب على السبورة وأخبر الطلاب أن إحدى طرائق تقدير الأعداد هو تقريبها فعندما تقرب فإنك تغير قيمة العدد إلى قيمة أسهل في التعامل إذن مهم جدا لدينا كذلك أن أبين لهم ما معنى التقريب أنا أقول أقرب العدد تقريب الأعداد مهم جدا أن يستوعب الطالب ما الذي نقصده بكلمة تقريب يعني تقريب الأعداد ربما لا يستوعب كلمة تقريب فمهم جدا أن نبين له ما الذي نقصده بهذه الكلمة التقريب التي من خلالها سنقدر ناتج الجم أكتب على السبورة 22 39 48 في عمود ثم أكتب 10 20 30 40 50 في عمود آخر وأطلب إلى الطلاب أن يبينوا أي عدد يمكن تقريب الأعداد إليه في العمود الأول يعني العمود في البداية لدينا ما هو الرقم الذي بالإمكان أن يقربون هذه الأعداد إليه وزع على الطلاب لوحات المئة وعرض لوحات مواثلة كذلك على الجهاز العرض الرأسي على البرجكتر ومن خلالها حاول أن أجعلهم يقومون بالعد حتى تعد تنازليا بالآحد ضع إصبعك على العدد 47 واطلب إلى الطلاب وضع صابعهم عند العدد كذلك عند العدد 47 أيضا واطلب إليهم العدد تنازليا خطوتين وأن يقولوا 46 45 إلى أي عدد وصلتم 45 إذن 47 ناقص 2 يساوي 45 إذن من خلال هذه الطريقة التي من خلالها مهم أن نربطها بالأشياء المحسوسة والمنموسة التي ذكرنا التي من خلالها يستطيع التقريب إلى أقرب عدد يعني يجب أن تكون هذه الأرقام ليست واضحة بمعنى عندما تكون عشرات فإنه يستطيع جمعها يعني على سبيل المثال عندما يكون لدينا أعمدة العشرات فإنه لا يحتاج إلى التقريب يعني عندما تكون لدي العشرات فإنه يستطيع الإشارة عليها 10 20 هذا هو الناتج ليس التقريبي وليس التقديري لناتج الجمع عندما أسألوا 10 زائد 10 فإنه واضح أن الناتج 20 في العشرات لكن تقدير ناتج الجمع مهم أن يكون في الأرقام التي تكون ليست ضمن العشرات حتى أحياناً الخمسة تكون بسيطة لهم لكن الأرقام عندما أسألهم مثلاً 43 زائد 42 ومثل هذه الأرقام التي لا تكون ضمن العشرات ضمن العشرات بالتأكيد هي بسهولة سيستطيع أو المئات سيستطيع ليس تقدير هذا الناتج ولكن سيستطيع بشكل مباشر أن يحدد ما هو هذا العدد ولكن التقدير ناتج الجمع يكون في هذه الأرقام عبر هذه العديد من الأنشطة التي نشير إليها إذن أقرأ المسألة الآتية أمام الطلاء لدى يوسف صندقان يحوي الأول 13 كرة زجاجية ويحوي الثاني 19 كرة زجاجية قدر يوسف ما معه بأربعين كرة زجاجية كيف تستعمل التقدير للتحقق من صحة كلام يوسف أقرب العددين ثم أجمع لأي عشرة يقرب العدد؟ دائما التقريب يكون للعشرة يعني لدينا هنا ثلاثة عشر فإننا نقربها إلى عشرة حيث أن الرقم أقرب إلى عشرة وإلى عشرة يقرب العدد 29 هو يقرب إلى ثلاثين ما تقدير ناتج الجمع؟ 40 هل تقدير يوسف مناسب أم لا؟ بالتأكيد هو مناسب إذن نلاحظ ندرب على أن التقريب يكون عبر تقدير هذه الأرقام التي نقوم بإعطائه ونطلب منها أن يقوم بجمعها أن يقربها إلى أقرب عشرة يعني أقرب عشرة لهذا الرقم يعني لو كان لدينا أي رقم لدينا عندما يتدرب على 22 زائد 39 22 العشرة الأقرب لها عشرة 39 العشرة الأقرب لها 29 الأقرب لها 30 أو 39 الأقرب لها 40 أو 38 حتى 37 الأقرب لها 40 من خلال هذا الجمع لهذا الخطوات هو الذي يكون فيها من خلال تقريبها لأقرب عشرة أقرب الرقم لأقرب عشرة هذا الذي أدرب الطالب عليه أن نقرب الرقم لأقرب عشرة ثم قم بجمع العددين مع بعضها هذه هي العملية التي من خلالها أستطيع تقدير ناتج الجمع بهذه العملية أستطيع تقريب ناتج الجمع وأؤكد أن هذه هي الطريقة هي المناسبة لهذه العملية ولهذه الخطوة للتدريس والتدريب على مثل هذه المهارة على جمع الأعداد فمهم دائما التدرب على مثل هذه المهارة نلاحظ في هذه المهارة أنها تحتاج إلى بعض المهارات للنقود التقدير تحتاج إلى بعض المهارات الحسابية هذه المهارة وهي ما لك أحتاج إلى تدريب الطالب عليها من خلال التكرار أنا أقوم بتكرار هذه العملية وكررها مرة مرتين ثلاث أربعة وكررها لفترة أسبوع فترة أسبوعين حتى يستطيع الطالب اتقانها حتى يستطيع الطالب تعلمها بالطريقة الصحيحة فمهم بمثل هذه المهارات دائما التكرار كيف نقوم بوضع هذا الهدف نقوم برسمة وفق قدرات الطالب وإمكانياته وضعه ضمن الخطة التعليمية والخطة التدريسية التي أدرب الطالب عليها بحيث لا تكون صعبة تجعل الطالب يصاب بالأحباب ولا تكون سهلة تجعله يصاب بالملل كذلك فمهم جدا أن تكون متوافقة مع قدراته متوافقة مع إمكانياته أحللها وفق القدرات سواء أخذت أسبوع حتى إلى فصل دراسي هذه المهارة متقدمة مهم جدا أن يتدرب الطالب عليها ويستطيع الجمع من خلالها لأنه تساعد في كثير من مهارات حياتي اليومية حتى عندما يتعامل في النقود هو يستطيع الجمع ويقرب بهذه الطريقة وغير من المهارات عندما يطلب منه أحد إحضار عدد معين فمهم دائما تدريب الطالب علىه مثل هذه المهارة حتى يستطيع فهمها وأتقانها لتسهل عليه الكثير من مهارات حياته اليومية إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة سعد بتواجدي معكم الأسداد محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر